بسم الله الرحمن الرحيم وصل الله على حبيبنا محمد العصر في مدينة وجدة توجد كثير من المقرات التي تعلن عن القمار وهي مقرات فين يقمروا الناس يقول العوالي وذلك وحدهم تلس قمعة المقر دي العمل دي سبحانك يا ربي سبحانك حينما أنزلوا من مقر العمل وأخرج في اتجاه البيت أجدها مليئة بالرجال والملاحظ أن شريحة كبيرة من هؤلاء الذين يفدون إلى هذه المقرات شوابا شباني ما يجوف يدير هاكا ويجيوا على الصباح يبكر فتجد فيهم الشباب والكهول والشيوخ وتجد في حالة من الخشوع متسمرين أمام الشاشة ينتظرون الفرس الذي يحصل على الرتبة الأولى فأقفوا كي أتفرج عليهم فلا يستشعرون أن أحدا يراقبهم لأنهم مغمورون لأنهم تلبس بحالة من الغيبوبة سيطرت اللعب على قلوبهم وعقولهم ولا يستطيعون أبدا أن يتخلفوا يوما واحد عن هذه المقرات كي اليوم كي غدى نفس الأشخاص قلت يقول يا سيد يا ربي سبحانه بالنسبة لصاحب الاستثمار ألا يتق الله ألا يجد أين يستثمر ماله إلا في فتح مقرات للقمار أولم يبلغه أن القمار عياذا باللهرز من عمل الشيطان ألا يعرف أن القمار يخرب البيوت يدمر البيوت يشتت الأسر كم من كوارث أدت إليها هذه اللعبة الخبيثة إنما الخمر والميسر والانصاب والإزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر هو تفتيت اجتماعي ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة يقطع صلتك بالله فهل أنتم منتهون هؤلاء الذين يستثمرون المال ما سرش في ندي الفلوس ويفتح نادي دي القمار ألا يعرفوا أن مصدر ماله حرام ثانيا هذه الدولة التي تعطي الرخصة لكل من هب ودب في أماكن استراتيجية يا أمها الصغار والكبار ما تعرفش الدولة المخاطر والكوارث الاجتماعية المترتبة على هذا العمل الشيطاني فره الدولة فره سؤلية الدولة باش تحمي المستلمين ثالثا لماذا تعلن والعياذ بالله الكثير من وسائل الإعلام فتقيم الإشهارة للقمار في الكورة وتطفط وكذا وكذا هذا البلد إسلامي يدينوا فيه الإشهار وسائل الإعلام واحتف الشوارع ويقولوا المغريب هو فيه أكبر كازن في إفريغيا ويفتخرون بذلك فجعلوا مراكش وأقادير وطنجة وجهات سياحية يا أمها والعياذ بالله أكبر القمارين في العالم هذا هو البلد بتاعنا هذا على الدولة والثالث لمن؟ لهؤلاء الضحايا قالت الدراسات في المغرب أن عدد المقامرين في المغرب بصفة مستمرة كنت ملايين قمار عشر المذارب والذين يقامرون بصفة غير منتظمة مرة في الشهر مرة في كذا سبعات المليون آه يا بنا أمي يكون حسبوا سبعات المليون قمارة والمغريب كما لعام اللي فات خمستاش المليار قاروا خمستاش المليار سيقارة والقرقوبة المغريبون والكيف رمضوا ورقنوا والخمر ما أدوش حال من 130 مليون فرحنا قادي حاربوا التدين من كل جانب ما عاونوا الشباب على هذا الشي ثم أين المجالس العلمية أين دور تأطير الطربة والعلم الدعاوي لماذا لا نسمع أبدا على منابر رسول الله التحذير من هذه الآفة علاش ثم أين جمعيات المجتمع المدني التي من المفترض أن تتحرك تجاه هذه العوائل المدمرة من قبل القمار أين الإحساس بآلام هؤلاء العائلة دي القمار تعرفش ولا لقد درت معرك هذه تابل تفتر المرة باش تخرج معنا حسوة مويد دير لا حوله ولا قوة واحد السيد كيقولك أنا كيجي للقمار أنا من قد صفين شو من قد صفين كيجي لوقيتها طاعة القمار صفين ما يبقى له عقل ما يهضر ما هو ولذلك في القمار ره شر وقال خمر أم الخبائذ راح الخمر يمكن يأذي روحه لكن القمار يأذي عائلته وذلك اللي يقمر معاه يمكن يتدق معاه يمكن يتقاتله ولذلك يسأل الله العفو والعافو فأحببت أن أوجي هذه الرسائل إلى المستثمرين في دور القمار إلى الدولة التي تعطي هذه الرخص إلى هؤلاء الضحايا إلى عائلتهم إلى المجالس العلمية إلى جمعيات المجتمع المدني لكي يتحملوا كل على حسب مسؤوليته واجبه تجاه إنقاذ كثير من المسلمين من براثن القمار وصلى الله على الحبيب المطار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر